موسيقى تقريبا اليوم درجة الحرارة وصلت نسبيا مرتفعة أرقام كانت من بين 33 إلى 38 درجة بالمناطق الداخلية أقل نسبيا قرب سواحل تقريبا أرقام سجنها كانت من بين 29 إلى 33 واليوم الحرارة القصوى بتونس العاصمة كانت 33 درجة خصاص الوضع الجوي نشوفوه بعضنا من خلال تسلسل لسوء القمر الاصطناعي وكما لحظو تقصي اليوم كان أحيانا كثيف صحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعادية بعد ظهور بالمناطق الغربية ولتفرعت وشملت لاحقا بعض الجهات الشرقية حتى تساقط البرد بجهة باجة تقريبا ليلة نتوقع باش تتواصل فعلة الخلايا رعادية في بداية الليل تكون مرفوقة بأمطار متفرقة إمكانية تساقط البرد تبقى بيردة وبعد ذلك ممكن ظهور بعض الصحب على كاملة البلد تتقوى فعلية الريح أثناء ظهور الخلايا رعادية تقريبا تتجاوى السرعاتها 60 كم في الساعة ودرجات الحرارة تتراوح من بين 22 إلى 26 درجة بالشمال وبالوسط وبمناطق الجنوب ممكن سجلوا أرقام تكون من بين 24 إلى 28 درجة يوم الغد إن شاء الله تقريبا درجات الحرارة تتواصل في نفس المستويات وليما يسحل السماء ظهور بعض الصحب على كاملة البلد والتي تتكثف تدريجيا بعد ظهور بالمرتفعات الغربية تكون مؤقتا رعادية مرفوقة بأمطار متفرقة الحرارة القصوى المنتظرة اليوم الغد تكون في حدود 33 درجة بتونس الكبرى 35 بزغوان 30 بنابل 32 ببنزرت 34 بباجة 35 درجة بجندوبة 34 بسليانة و33 درجة بالكاف بمناطق الوسط في حدود 35 بسيدي بوزيد وبالقيروان سوسة والمهدية 30 و31 بالمونستير و32 درجة بالقصرين وبمناطق الجنوب بسفاقس في حدود 29 قابس 31 و35 بمدين 36 بتطويم برمادة 37 بأقصى الجنوب 36 بيكبلي بيتوزر بقفس الحرارة القصوى تكون في حدود 34 درجة بالنسبة الملاحة والسيد البحري بسوحانة الشمالية منطقتين سيرات وخليج تونس ريح تكون من القطع الغربي غربية إلى شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون هادئ وقليل الاثتراب بخليج حمامات وبزيئة الساحل ريح تكون شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 15 عقدة صباحا وتتقوى فعاليتها بعد دور تقريبا تترح من بين 15 إلى 25 عقدة البحر يكون قليل الاثتراب فمضترب وبمنطقتين الشابة وزربة وصولا إلى جرجيس ريح تكون من القطع الشرقي شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة وتتقوى فعاليتها بعد دور تترح من بين 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون قليل الاثتراب فمضترب كنا عادة نمدوكم فكرة حول حالة التقص ببعض المدن والعواصم الأجنبية وقشط 31 درجة سماء صافية بالربات 31 أيضا 32 بالدار البيضاء 26 بالجزائر ترابلوس 29 بالقاهرة 35 وحرارة مرتفعة بالبيقعة المقدسة تصل إلى 45 بالمدينة المنورة و44 بمكة المكرمة ببقية المدن العربية تقص مغيم بالكويت 42 و41 بالدوحة 38 بأبوظبي ديمشق 33 26 ببيروت 33 بعمان 39 ببغداد 28 درجة بالقدسة الشريف ببقية المدن الأجنبية بإستنبول تقريبا الحرار القصوى تكون في حدود 27 34 بأثينا أمتر بموسكو 17 32 بفيانا تقص مغيم 33 برومة 22 بامستردام أمتر ببرلين 24 وكوبنهاجن تقريبا الحرار القصوى تكون في حدود 18 درجة ببقية المدن الأوروبية ممكن ظهور بعض السحب بلندن 26 19 بستوكوم 27 بباريس وبركسل 33 بجناف 31 بمرسيليا سماء صافية بمدريد 37 و29 درجة بلشبونة تطور الوضع الجوي خلال نهاية هذا الأسبوع تقصي تواصل قليل السحب على كامل البلاد يوم السبت ودرجة الحرارة بشتعرف ارتفاع نسبي أرقام تقريبا توقع بشتكون من بين 30 إلى 34 درجة بالمناطق السحلية من 34 إلى 38 داخل البلاد رياح تكون ملقطع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة والبحر يكون هادئ وقليل الاثراب ملائم لمختلف الأنشطة البحرية يوم الأحد درجة الحرارة بشتعرف ارتفاع نسبي تواصل تدفق رياح ملقطع الشرقي تبقى ضعيفة إلى معتدلة البحر يكون هادئ وقليل الاثراب والتقصي تواصل سافي لقليل السحب بأغلب مناطق البلاد معيدة شروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله تكون في تمام الساعة الخامسة سباحا غروبها في الساعة السابعة و43 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات الموقع الخاص من معهد الوطني لرسل الجوي تروا دوبلو ذي بوميتي و بونتيان تبع ثور سليات قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع الصوتي 884040 شكرا على حسن المتابعة والاهتمام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر